السفير نبيل بدر مساعد وزير الخارجية الأسبق سيد السفير أهلا بحضرتك هل بالورط الإدارة الأمريكية رؤية متكاملة للتعامل مع ملفات العرب وقضاياه أتصور أن هذا من المفترض أن يتضح أكثر خلال الفترة القادمة عقب لقاءة رياض ويبرز بصفة خاصة قضايا محددة أولا قضية الفلسطينية في المقدمة وما الذي سوف تفعله الإدارة الأمريكية بما في ذلك قضية القدس باعتبارها عاصمة لدولتين فلسطينية وإسرائيلي هذه واحدة الأمر الثاني هو يعني تعليقا على هذه النقطة أن تتخلى الإدارة إدارة تام عقب هذا المؤتمر عن سياسة محاولة الاحتواء وإدارة المشاكل بدلا للمشاكل لأن المنطقة كلها لا شك لم تجني خيرا من وراء ذلك وعجبت أنها لعبة مؤقتة تتلاعب وتناول إنما لا تصل إلى حل بل تؤدي إلى تعقيد المشاكل الأمر الثاني فيما تعلق بالملفات الأخرى ملف العراق وشوريا بصفة خاصة بالتأكيد عدم الترشيب بالتدخلات الخارجية وأقصر بلالي استحديدا إيران وتركيا باعتبادهما من دول المنطقة وإذا كان هناك تحالف دولي فيتعين أن يكون التحالف الدولي أيضا فيه مكون عربي أعتقد أنه أكثر على التعامل مع المشاكل الإقليمية على النحو المعروف سيد سفر لكن على هذا النحو كأن العرب يريدون شيئا على بيض من الإدارة الأمريكية أين محددات ومصالح الإدارة الأمريكية في كل القضايا التي تتحدث عنها محددات العلاقة الأمريكية الإسرائيلية محددات العلاقة الإيرانية الأمريكية والتركيا الأمريكية المحددات على سبيل المثال في القضية الفلسطينية معروفة لأن كان هناك مشروع أمريكي هو مشروع خريطة الطريق 2003 ونص على إقامة دولتين وحدد برنامج وخريطة وجدوى الزمن إنما استطاعت إسرائيل أن توئد هذا المشروع ولم نره بعد ذلك إذن المحدد هنا أن تكون هناك مرجعيات متفق عليها هذه المرجعيات مشيرة لها حتى في هذه الوثائق الأمريكية وتبعتها أيضا تصريحات من إدارات لاحقة عليها مثل التي تتعلق بحدود 4 يونيو 67 بمعنى آخر أننا نتوقع أن تقوم الإدارة الأمريكية في حدود هذا الكلام بتبني خطة واضحة لحل مشكلة مركزية مثل المشكلة الفلسطينية وهي اختبار حقيقي في هذا انتصار أما إذا كان الأمر يعود إلى مجرد المناورة والكلام المؤقت فأعتقد أن هذا سوف تكون له قراءة أخرى بالتأكيد ليست إيجابية بالنسبة للنتائج أو التوقعات التي يأمل العرب ويأمل أيضا المسلمون خاصة في قضية القد أن تفر عنها اجتماعات تضم هذا الحش الذي له دلالة بالتأكيد وله أيضا أعطار يمكن أن تكون مهمة بالنسبة لكل الأطراف بما فيها الطرف الأمريكي سيد سفير بعيدا عن كون السياسة فن الممكن وبأن العمل يجب أن يكون وفق الأطر الدبلوماسية إلى ما لا نهاية في محاولة لتحقيق القدر المستطاع من الأرباح بعيدا عن هذا المعطى ما الذي قدمته الإدارة الأمريكية الحالية يقول أن على العرب أن يعولوا في قليل أو كثير عليها في حل جزء ولو كان يسيرا من إشكالياتهم أو الإسهام في ذلك لم تقدم شيئا محددا ودعني أستطرد لأقول أن عمر هذه الإدارة على كورسي اللي يسأل في البيت الأبيض منذ عشرين يناير الماضي ليس عمرا طويلا لطبيعة الحال إنما الذي يشفع ربما لهذه التوقعات أمور معينة أولا ما يتعلق بالتمل مل الذي يسود أوصافا أمريكية لمسته بنفسها عندما كنت هناك لأن قضية الاستطالة بالوضع القائم أو الستاتوسكو في الوضع الفلسطيني على سبيل المثال ليس في صالح إسرائيل أولا وليس في صالح المنطقة أي أنه يتعين أن يؤخذ قراره في هذا الشعر أما أن تستدرك الإدارة الإسرائيلية الإدارة الأمريكية إلى السكوت عن قضايا حيوية بينما هي تبتلع الأرض فليس هذا بالتأكيد حلا مؤقتا أو حلا دائما للموضوع هذا هو الذي ربما بعث مع موضوع التمال مل نوعا من التوقعات بأن تكون لهذه الإدارة طرحات أو طرح معين يتعلق بتحقيق شيء من التقدم وطبعا ينصب هذا الموضوع دون تحديد لما يليه على إعادة التفاوض بين الطرقين الفلسطيني والإسرائيل قضية المرجعيات قضية الحدود إلى آخرها لم تطرح حتى هذه اللحظة بالشكل الذي يأمنونه العرب مع تكرارهم لموضوع المشروع العربي على النحو المعروف هذا هو الذي جعله هذا القدر من التوقعات إنما إذا كنت تقصد أن مثلا الإدارة الحالية ذات العمر من عشرين عينها قد طرحت أمرا محددا فحتى هذه اللحظة التي نتحدث فيها لم يحدث ونأمل أن يكون هناك مبرر لهذا القدر من الأمل في محرك إيجابي خلال المرحلة أنا سأحاول أن أطرح على حضرتك ربما المقاربة الأخرى أو وجهة النظر الأخرى في هذه المقارنة بالأحرى بين الإدارتين لعلنا في هذه اللحظات نتابع إذن التآم القادر الخليجيين مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل لحظات على ما يبدو ما بين لحظة الأخرى نحن في انطلاق أعمال هذه القمة الرئيس الأمريكي السابق سيد سفير باراك أوباما كان يتحدث عن الذهاب صبب مفاوضات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي ولكن قبل بعد عفوا أن تتوقف إسرائيل عن التمدد الاستيطاني وكان هذا وعدا قطعه الرئيس السابق على نفسه لكن في النهاية كمددت إسرائيل في ابتلاع الأراضي كما ذكرت حضرتك كما لم تتمدد من قبل الرئيس الحالي دونالد ترامب لا يتحدث بذات الحماسة على الأقل لا تبدو النوايا كنوايا سابقه لماذا إذن البناء بكل هذه الآمال عليه؟ يعني من هذه النهاية أستطيع أن نوضحها كأنه لم يطع شيئا في حقيقة الأمر كان قاضي لقد كانت تصريخاته خلال الحملة الانتخابية نفسها لا تبشر بكثير من التفاؤل بما في ذلك تصريخاته المعروفة عن القدس بما في ذلك بطبيعة الحال هو كأمريكي ينتمي إلى طيارات مهمية معينة وذات علاقة تقديدية بإسرائيل وارتبط معها برؤ المعينة لم يكن بالتأكيد يميله إلى حتى التعامل أو المعرفة الكاملة بوكاة النظر الغربية وفضلا عن ذلك جاءت قضايا تتصل بالإرهاب وتامت توجه إلى المسلمين وإلى العرب الممارسة لتعمق من هذا الأمر إذن لم تكن هناك على هذا المستوى أمور معينة واضحة تبعث على هذا التفاؤل هذا أمر واضح إنما يأتي بالمقارنة مع ذلك أمور تتعلق بطبيعة إصدار القرار في الولايات المتحدة وهي قضية محقدة وليست سهلة وتتدخل فيها سلطات كثيرة طبعا الكل يتحدث عن المصلحة الأمريكية والمصلحة الأمريكية بالتأكيد لا يمكن أن تكون في جانب إسرائيل بصورة كاملة نعم هي تريد بإسرائيل الاستمرار وأن تكون قوية وأن تكون قادرة على تغلب ما تسميه أو ما تعتبر تحديات وأن تكون قاعدة أمريكية يطمئن إلى استقرارها لأسباب داخلية وخارجية في المنطقة إنما هل هذا يعني أن تتخلى الولايات المتحدة عن علاقات مركزية مهمة أيضا مع دول الإقليم الإجابة بالسلم إنما ما ترأى ربما في الفترة الأخيرة هو نتيجة لتطورات معينة ما نشهده على سبيل المثال من أن هناك توقف قبل أن تسترسل في هذه الجزئة ربما حضرتك من واقع الفراسة قفزت إلى السؤال الذي كنت سأطرحه لكن تخطيته إلى نقطة أخرى مسألة محددات العلاقة الأمريكية والجزء الأساسي منها أو المعطى الأساسي والرئيسي منها هو مؤسسات الإدارة الأمريكية والبعض يقول أن هناك مكابح ربما تكبح تهور الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب هي التي ذهبت به إلى التعاطي مع ملفات أخرى برؤى غير تلك التي طرحها عندما كان مرشحا كيف تبدو رؤية الإدارة الأمريكية ومؤسسات الإدارة الأمريكية المكابح بين قوسين لقضايا المنطقة العربية وعلى أساسها يتعامل دونالد ترامب يعني أولا بالنسبة للموضوع الفلسطيني بالتأكيد أن يكون هناك تفاوض تترك الحدود دون التزام واضح من الإدارة بالنسبة للقضايا التي نعتبرها حيوية مثل الحدود 4 يونيو مثل القضايا اللاجئين إلى آخر وللمائدة على أساس أن الإدارة تستطيع من خلال التفاوض وتبعا لتطوراته أن تمارس دورا لدى كل من الطرفين يمكن أن يتم معه التواصل إلى حل الأمر الثالي بالنسبة للمحدد الآخر وهو التنافس الدولي على هذه المنطقة من الناحية الاستراتيجية وهنا نعود إلى حد ما إلى رؤى قد تبدو أنها في مرحلة ما بدت وكأنما الزمن تقى وجهة وأقصد بذلك التنافس على مراكز القوة في المنطقة بالتحديد كان بين أمريكا لتحصيبية الآن بين أمريكا وروسيا إلى حد ما مع ملحظة أن مركز التقل كما تعلم من الأحية الاستراتيجية تجي شرقا إنما هناك أسئلة كثيرة تحيط بهذا عن طبيعة التحالفات موقع الصين وموقع روسيا من التحالف إلى آخر إنما إذا عدنا إلى المنطقة طبيعة العلاقة الأمريكية الروسية تبدو ملتبسة أو ملبسة برربة أي من الطرفين مثلا يعني العلاقة الأمريكية الروسية في ضوء ما يقال عن تدخل في الانتخابات وفي ضوء إقالات تشهدها دوائر الإدارة الأمريكية الآنية ربما تطرح مجموعة من التساؤلات لا أعود كثيرا على قضية التدخل في الانتخابات الأخيرة وهي قضايا أعتقد أنها تكتيقية مرحلية مؤقتة بطبيعة ظروفها وبطبيعة الوقت الذي صارت فيه وبمعنى آخر أنها سوف تستهلك نفسها بنفسها خلال الفترة القادمة نعم ربما تثير ضجة هنا أو هناك ربما تؤدي إلى إحراج أطراف المعينة إنما لن تصل إلى نتيجة تؤدي إلى تعيين في العلاقة المركزية فيما يبدو حتى الآن أن الإدارة الجديدة أولا تشكو وربما لا الحق في ذلك من تردد الإدارة التي سبقتها أو مهما في التحافة وقرارات مناسبة في موضوع سوريا إلى آخر كما هو معروف إنما يبدو صورة الحالية كما لو كانت أنها أقرب إلى احتمالات الاتفاق بين الطرفين الروسي والأمريكي على نوع من القبول كل من الآخر بمعنى أن تعترف الأولئية المتحدة بالمصالح الروسية في المنطقة وأن تقبل هذا التواجد المكستف كما نعلم في سوريا بدرجة رئيسية وربما في أطراف أخرى ويدخل هذا في إطار التبادلات العالمية المعروفة بين القطبين ليست هناك أمور محددة حتى أذر لخلق إنما هذا الملف مفتوح للاختمالات في جميع الأحوال لا تستطيع أن تنكر أو أن تستبعد المصالح الأمريكية أو الوجود الأمريكي في المنطقة هذه واحدة الأمر الثاني أن الوجود الأمريكي أيضا وإذا كان طبعا لديه قواعد أو نقط أساسية وهو ما أفضل استخدامه في المنطقة مثلا منطقة الخليج مثل العلاقات مع السعودية إلى آخره يسعى إلى تركيز هذا الأمر لأن حتى في إطار المنافسة والتوافق أو التبادل المتقابل بين الطرفين يظل المزايا بما في ذلك المزايا التجارية والاقتصادية والمحولية أيضا مؤثرة نتيجة لناجي التحالفات ثم يدخل أيضا اللاعبون الذين دخلوا الساحة نتيجة لتراجع الوضع العربي إقليميا وأخصد على وقت تحديد إيران وتركيا لدينا إيران إيران إلى أي؟ مدى تأثر إيران الداخل بسياساتها الخارجية هل ما ستجيب عنه إيران بعد الانتخابات بطريقة أو ربما ترسل رسائل مناسبة أو غير المناسبة سوف نرى على كل حال إنما لإيران بالتأكيد ما تعتبره نطاقا حيويا يعني نبتعد عن كلمة المعتدلين والمتطرفين وهذا النطاق الحيوي حققت في نتائج إذا ما يجعل نتائج تمس حلفاء للولايات المتحدة الإقليميين وهذا ما يجعل مثلا الخشية الخليجية من التصادفات الإيرانية الموضحة وهذا النطاق يبدو أنه من المرونة بحيث صار يتسع شيئا فشيئا وأغلب هذه النطاقات في المنطقة العربية سيد سفير ما الذي تريده الإدارة الأمريكية من العرب من الخليجيين ربما تحديدا في هذا الإطار هل المغنم الاقتصادي وحده كافي ولا هناك مغانم أخرى على العرب أن يقدموها للإدارة الأمريكية أو على الخليجيين بالأحرى في هذه الأثناء أن يقدموها للإدارة الأمريكية نظير كل المكاسب التي يرجونها كما تفضلت بها حضرتك يعني أنا أعتقد أمرار بالإضافة للمصالح الاقتصادية التي تحدثنا عنها ولدينا مقدمات على سبيل المثال ما تواطر عن صفقة السلاح الكبيرة ما بين جوانات المتحدة والسعودية في عقب اللقاء الذي تم في الرياض يعني ألا يدخل هذا في إطار المغنم الاقتصادي للإدارة الأمريكية ألا هذا بعيد عنه بطبيعة الحال بمعنى آخر أن ترامب لن يعود خالي المصاد من النحيل الاقتصادية فضلا طبعا عن قضية الاستثمارات وهي قضية مهمة جدا استثمارات خاليجية في الولايات المتحدة إنما نعود أيضا إلى قضية التواجد التي تعتبر الولايات المتحدة أمنيا خصوصا مع سياسات الحزب الجمهوري التقليدية وبمعنى آخر الدخول في اتفاقيات عسكرية تؤدي إلى نوع من التواجد نوع من تبادل المعلومات نوع من التنفيق العسكري يجعل للوزن السياسي الأمريكي أثرا يتفوقه على غيره هذا أيضا تراه الولايات المتحدة في صالحها وفي صالح أمنها القوضي وأعتقد أن المناخ مهيئة لذلك وهو أمر في نهاية الأمر يؤدي إلى المساعدة على احتواء التمدد الإيراني وربما إيقاف الشهية الإيرانية بطريقة ما دون اللجوء إلى صفحة المسلح على أساس أن ريهان هو ريهان أن الداخل الإيراني ربما تحضر فيه تطورات خلال فترة ما تؤدي إلى تغيرات تغير من المساري الحالي وهو قضية عليها على ما في السفام ومتاحة على كل حال للنظر وللمتابعة في الفترة القادمة وهو أمر من جانب آخر يطمئن دول الخديج إلى وجود سند أمريكي لن يسمح لإيران بالتمدد والتوغل أو تعريض من هذه الدول للمخاطر على نحو ما تعبر عنه القوى المتطرفة في إيران من أين لأحد نعم أخيرا سعد السفير هل بلور الخليجيون أصلا وجهة نظر واحدة أو رؤية واحدة أكثر شمولية وتكاملا فيما يتعلق بما يعرف بالمخاطر الإيرانية وهناك بعض الإشكاليات ربما تحيط بمفهوم المخاطر الإيرانية تجاه بعض الدول الخليجية عمان لها وجهة نظر لا يبدو أنها منساجمة مع الخط الخليج العام الكويت لها طريقة تعامل تبدو أكثر مرونة ما من دولة كالمملكة العربية السعودية الإمارات لها إشكاليات في احتلال الجزر لكنها لها جملة من المصالح الاقتصادية مع إيران هل للخليجين أصلا وجهة نظر واحدة في طريقة التعاطي مع إيران يعني هو سؤال مشروع تماما وفي محلي تماما في هذه النحية أعتقد أنه من النحية العامة هناك هذا النوع من الخضر إذا صح التعبير بالنسبة للنظر إلى إيران بصفة عامة والعلانة نضيفه إلى هذا أنه في بعض المواقع في الخليج كما هو معروف فهناك تواغل ديموغرافي لشبيل إلى إنكارة موجودة في دول الخليج وبكثافة على نحو السعر يمكن وضعوص الاعتبار عند حساب باقتبايات التحرك في المرحلة القادمة إنما مسلوب التعامل مع هذا الخطر قد يتفوت من ناحية فكما ذكرت دولة كالكويت تبدو أكثر مرونة في التعامل إنما طبعا نقول إن هذا الخطر لن يغيد دولة كالكطر تتلاعب بين هذا وذاك وتبدو في بعض الأحيان وكأنها تقترب إلى إيران بما يتجاوز التصور العام لهذا الأمر إنما هي محكوم عليها أولا لأعتبارات أخرى ليس هذا ما جاء بها إنما على كل حال هذا التفاوض قائم وموجود عمان على شبيل المثال لدى لها علاقات آدئة إذا سنخلت تعبير مع إيران إنما هذا لا ينفي الخضر بصفة عامة وأن هناك أطرافا تشعر بأنها ربما معرضة للتهديد أكثر من غيرها سواء بسبب احتلال الأجزاء أو التهديد باحتلال الأجزاء أو التهديد باستخدام عمل الديموغرافي والعامل العقائدي المسهبي كما هو معلوم لصالح أطراف معينة في دول الخليج ولدينا أمثلة وأخيرها ما حدث في البحرين خلال الفترة الماضية كما هو معلوم إذن هذا الخضر قائم بسلوب التعامل قد يتفاوض إنما الخرر العام قائم الخضر قد عبرت عنه ربما إيران في تصريحات معينة في ردود شهرها في محاولات بدأت في بعض الأخيان حادة تنتجاه بعض الأطراف أقل حادة تنتجاه أطراف أخرى أكثر هدوءا لأطراف سارقة لجأت ربما إلى محاولة التهداء مثل دولة روحاني قبل الانتخابات في بعض الدول الخليجية إنما هناك لا شك خلل في التوازن يجعل احتمالات هذا الخضر مبررة ومفوغة شكرا جزيلا لك السفير نبيل بدر مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق متحدثا لنا عن الرؤى الأمريكية تجاه التعامل مع قضايا المنطقة تحديدا لقضايا العربية وفي هذه الأثناء الحديث عن العلاقات الأمريكية الخليجية في ضوء القمة الأمريكية الخليجية التي تعقد الآن على هامشي